موسيقى هذه دمشق هذه دمشق وهذه الكأس والراح إني أحب إني أحب وبعض الحب ذباه بإبداع الكلمات حفر بذاكرة الكبير والصغير وبحرفية الصياغة سجل اسمه بحروف من ذهب وببساطة المفردات عبر عن مختلف القضايا وبعمق الأحساس وعبقرية التعبير استحق لقب شعر الرومانسية والمرأة الدمشقي الشاعر نزار قباني الذي ولد في حي مئذنة الشحم في الحدي والعشرين من آذار في عام 1923 الذي ينتمي إلى أسرة دمشقية عريقة فجده أبو خليل قباني رائد المسرح العربي كيف أصور هذا العصر اللامعقول يا سيدتي كيف أصور هذا العصر اللامعقول نزيت الوصفة بدأت حكاية نزار مع الشعر في السادس عشر من العمر ليصدر أول الدواوين قالت لي السمراء في عام 1944 وكان طالبا بكلية الحقوق حصل على البكالوريا من مدرسة الكلية العلمية الوطنية بدمشق ثم التحق بكلية الحقوق بالجامعة السورية وتخرج فيها في عام 1945 في لحظات تظهر حيفا تظهر يافا تأتي غزة في أمواج البحر عمل فور تخرجه بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية السورية وتنقل في سفاراتها بين مدن عديدة خاصة القاهرة لندن بيروت ومدرسة وبعد إتمام الوحدة بين سوريا ومصر في عام 1959 تم تعيينه سكرتيرا ثانيا لجمهورية المتحدة في سفارتها بالصين لنزار قباني عدد كبير من دواوين الشعر تصل إلى 35 ديوانا كتبها على مدار ما يزيد على نصف قرن ولم تقتصر على مجال معين بل على العكس كتب عن المرأة وفي السياسة وفي مختلف المجالات وكان يسجل موقفا بشعره من تلك الدواوين الرسم بالكلمات قصائد أنتلي كما له كتب ناثرية أهمها قصتي مع الشعر ما هو الشعر؟ مئة رسالة حب وقد أسس دار نشر لأعماله في بيروت تحمل اسم منشورات نزار قباني وعلى مدى 40 عاما كان المطربون الكبار يتصابقون للحصول على قصائد نزار مثل أم كلثوم غنت له أغنيتين أصبح عندي الآن بندقية ورسالة عجلة إليك وعبد الحليم أغنيتين أيضا هما رسالة من تحت الماء وقارئة الفنجان نجات الصغيرة أربع أغاني أيضا ماذا أقول له كم أهواك أسألك الرحيلة والقصائد الأربع لحنها محمد عبد الوهاب وأيضا فيز أحمد قصيدة واحدة وهي رسالة من إمرأة وحملت ألحان حمد سلطان كما غنت له فيروز وشاية ولتسألوني ما اسمه حبيبي وهي من ألحان عاصي الرحباني كما غنت أيضا ماجد الرومي ثلاث قصائد وهي بيروت يا ست الدنيا مع الجريدة وهما من ألحان الدكتور جمال سلامة ثم كلمات من ألحان الملحن اللبناني أحسان المنذر غنى كاظم الساهر العديد من قصائد نزار قباني وقام بتلحينها منها إني خيرتك فاختاري زيديني عشقا علمني حبك وغيرها الكثير بعد مقتل زوجة نزار قباني بلقيس بتفجير بالعراق غادر نزار لبنان وكان يتنقل بين باريس وجينيف حتى استقر في النهاية في لندن حيث قضل 15 عاما الأخير من حياته ليغادر الحياة في الثلاثين من آذار في عام 1998 بأزمة قلبية بوصية كتبها عندما كان في المشفى في لندن أوصى بأن يتم دفنه في دمشق فقال تم دفن قباني في دمشق بعد أربعة أيام حيث دفن في باب الصغير بعد جنازة حاشدة شارك فيها مختلف أطياف المجتمع السوري إلى جانب فنانين ومثقفين سوريين وعرب ليبقى ذلك الدمشقي نزار قباني الحاضر الغائب في وجدان جميع السوريين اشتركوا في القناة